السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً ومرحباً بكم من جديد في دروس التعلم عن بعد لمادة اللغة العربية استكمالاً لدرس القراءة الألعاب الأولمبية تحدثنا في درس الألعاب الأولمبية عن عدة أفكار منها الهدف من الرياضة وتحدثنا عن الألعاب الأولمبية أنها من أشهر النشاطات الرياضية وقلنا أنها سميت بالألعاب الأولمبية نسبة إلى مدينة أولمبية في اليونان التي بدأت أولى المسابقات فيها وبعد ذلك انتقلنا إلى المسابقات الرياضية التي تجتمل عليها الألعاب الأولمبية في الدورة الصيفية وفي الدورة الشتوية وبعد ذلك تحدثنا عن مدينة أثناء أول مدينة أقيمت فيها الألعاب الأولمبية وتحدثنا أيضا عن الأعمال التي تقوم بها اللجنة الأولمبية وعن أهم الفعاليات التي تقام في الحفل الافتتاحي والختامي وقد تحدثنا عن مشاركة الأردن في الألعاب الأولمبية وإحرازه لبعض الميداليات في هذا الدرس سوف نقوم بحل الأسئلة المرفقة لدرس الألعاب الأولمبية سنبدأ ونفتتح هذه الحصة بأسئلة المعجم والدلالة ما مفرد الجموع الآتية الواردة في النص؟ الألعاب مفردها اللعبة القوانين مفردها القانون مبادئ مفردها مبدأ في السؤال الثالث استخرج من النص كلمات تدل على معنى كل مما يأتي تضبطها مع الكلمة التي جاءت بهذا المعنى موجودة في الفقرة الأولى نجد أنها كلمة تحكمها أعطيت من الفقرة الرابعة أي منحت الروابط والعلاقات من الفقرة الخامسة هي الأواصر الفرح والسرور من الفقرة السابعة هي الكلمة التي جاءت بهذا المعنى هي كلمة الابتهاج في السؤال الرابع فرق في المعنى بين الكلمتين التي تحتهما خط فيما يأتي الألعاب الأولمبية من أبرز النشاطات الرياضية في العصر الحديث هنا جاءت معنى الحديث أي الجديد أما في جملة أطال الرجل في حديثه أي حديثه كلامه في السؤال الخامس املأ الفراغ في الجمل الآتية بالكلمة المناسبة مما بين القوسين فتحة، افتتح، افتتاح، وفاتح كلها تأتي بنفس المعنى لكن استخدامها يختلف في كل جملة تأتي فيها لنرى كيف ذلك نقول يقام في كل دورة أولمبية حفل افتتاح يبدأ بعمل استعراضي للدول المشاركة ما إن فتح البستاني باب الحديقة حتى انبعثت الروائح الزكية افتتح اللاعب المباراة بهدف مبكر سنتحدث عن الرابط بين هذه الكلمات في درس القواعد إن شاء الله وسنأتيه في الحصة القادمة بعون الله في السؤال السادس عد إلى أحد المعاجم المتيصرة لديك وتعرف معنا الكلمتين الآتيتين مهد أي نشأ وأحرز أي حصل عليه وناله أما بالنسبة لأسئلة الفهم والاستيعاب في السؤال الأول لما وضعت القوانين الرياضية وضعت القوانين الرياضية بهدف غرس الأخلاق الرياضية بين المتنافسين أما في السؤال الثاني سم إثنتين من الرياضات التي تشملها كل من الدورتين الصيفية والشتوية في الألعاب اللونبية أتزلج على الجليد وهوكي الجليد من الألعاب الشتوية أما بالنسبة للصيفية كرة اليد كرة القدم وكرة السلة وما إلى ذلك من هذه الألعاب ما اسم اللجنة التي تختار الدولة المضيفة للألعاب الأولمبية؟ اسمها اللجنة الأولمبية الدولية وضح ما يترتب عمله على الدولة المضيفة للألعاب في السؤال الرابع تمول الألعاب وتنظمها قبل ست سنوات من موعد إقامة الدورة وذلك بالاتفاق مع اللجنة الأولمبية الدولية في السؤال الخامس من رموز الألعاب الأولمبية العلم الأولمبي صف هذا العلم إنه علم يحتوي خمس دوائر ملونة ومترابطة وكل دائرة تمثل قارة من قارات العالم في السؤال الخامس با إلى ما يرمز العلم يرمز العلم إلى تقوية الأواصر بين القارات في السؤال السادس أذكر ثلاثة من مراسم حفل الافتتاح لدورة الإلعاب الأولمبية عمل استعراضي للدولة المشاركة قراءة القسم الأولمبي وإشعال المشعل في السؤال السابع على ما يدل كل مما يأتي إطفاء المشعل في الحفل الاختتامي يدل على انتهاء الدورة الحالية ومشاركة الأردن في الألعاب الأولمبية يدل على المستوى العالي للرياضيين الأردنيين في مختلف الألعاب الرياضية في السؤال الثامن ضع إشارة صح أمام العبارة الصحيحة وإشارة خطأ أمام العبارة الخطأ ألف تقام الألعاب الأولمبية مرتين كل خمس سنوات خطأ لما؟ لأنها تقام كل أربع سنوات اقتصرت الألعاب الأولمبية قديما على مصابقة العدوي فقط خطأ لما؟ لأنها احتوت على مصابقة الخيل والملاكمة وما إلى ذلك سميت الألعاب الأولمبية بهذا الاسم نسبة إلى مدينة أولمبيا في اليونان وهذا صحيح عقدت الألعاب الأولمبية أول مرة في العصر الحديث في مدينة باريس خطأ وإنما أقيمت في مدينة أثينا في السؤال التاسع وضح بعض القيم الأخلاقية التي نتعلمها من الرياضة في الكتاب طبعا هناك سؤال آخر إن كان كتابك بهذه النسخة ستكون لها إجابة وإن كانت السؤال التاسع يحتوي على أفضل اللاعبين الأردنيين الذين أحرزوا بعض الميداليات في الألعاب الأولمبية فسنجد أن الإجابة ستكون لاعب تيكواندو أحمد أبو غوش أما بالنسبة للقيم الأخلاقية التي نتعلمها إنما هي ترويض النفس وخلق المنافسة الجميلة بين المتنافسين ولكن بأسلوب أخلاقي طبعا إلى هنا نصل إلى نهاية هذا الدرس كل الشكر لكم ولحسن استماعكم دمتم بحفظ الله السلام عليكم